السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم ما هو السر الغامض تحت قارة إفريقيا وهل هي نقطة تحول لمعناطيسية للأرض؟ سبحان الله في فبراير عام 2021 أظهرت دراسة جديدة أن إنعكاس الأقطاب المعناطيسية للأرض مع الانهيار المؤقت للمجال المعناطيسي للعالم قد حدث بالفعل قبل نحو 42 ألف عام وربما كان هذا هو سبب التغيرات البيئية التي جرت بها المقادير فوق الكوكب الأزرق وما صاحبها من عواصف شمسية سبحان الله وهل ستتغير البصلة من الشمال إلى الجنوب؟ وهل التغيرات المناخية التي نشعر بها جميعا هي بسبب الرياح الشمسية والعواصف التي خلالت الغلاف الجوي للأرض؟ التقلقات المعناطيسية للأرض هي تغيرات في المجال المعناطيسي للكوكب يتمثل في تغيير مواقع الشمال والجنوب المعناطيسي فهناك تغيير غامض تحت أفريقيا يهدد بانقلاب قطبي الأرض يا رب سلم يا رب التغيير الغامض أسفل قارة أفريقيا قد يكون ذلك الحدث مقدمة لتبادل أماكن أقطاب الأرض فإن العلماء في حيرة من المنخفض المعناطيسي في جنوب الأطلسي يزداد التساعا خطر على الأقمار الصناعية أما ما يسبب القلق للفيزيائيين حاليا إنما هو إدراكهم أن المجال المعناطيسي للأرض كان أخذ في التناقص بمعدل مفزع خلال المائة وستين عاما الأخيرة ويتركز هذا الانهيار في مساحة هائلة من نصف الكرة الجنوبي ممتدا من زينبابوي حتى تشيلي والذي يعرف علميا باسم جزود جنوب الأطلسي حيث يبلغ المجال المعناطيسي من الضعف ما يمثل خطرا على الأقمار الصناعية التي تدور في هذه المنطقة وفوق هذه المنطقة وذلك لأن هذا المجال لم يعد يحميهم من الإشاعات التي تتداخل في الأجهزتهم الإلكترونية ويأخذ المجال في الضعف لدرجة أنه من المحتمل أن يؤدي إلى وقوع أحداث أكثر درامية بما في ذلك حدوث انقلاب عالمي في الأقطاب المعناطيسية وقد يؤثر هذا التغيير الكبير على أنظماتنا الملاحية فضل عن نقل الكهرباء وأن مزيدا من الإشعاع قد يصل إلى صفح الكرة الأرضية في ظل الضعف الشديد في قوة المجال المعناطيسي في هذا المنطقة خلال ذلك الإنقلاب العالمي فقد يؤثر ذلك أيضا على معدلات الإصابة بالسرطان لسكان الأرض يا رب السلم يا رب وما ذال العلماء غير قادرين على تغدير بشكل محدد المدى المدى الذي قد تبلغه تلك التأثيرات وهذا بدور يؤكد ضرورة التعجل في إجراء المزيد من الأبحاث وربما يكون الباحثون على وشك التواصل إلى بعض مصادر جديدة للبيانات تشمل التأمل في سجلات أثرية إفريقية يرجع تاريخها إلى 700 عام ولأن المجال المعناطيسي للأرض يتكون بالتصعيد بالحمل للحديد في اللب الخارجي السائل لكوكب الأرض ومن وقع الثروة المعلومات التي حصادتها المراسط والأقمار الصناعية التي توثق المجال المعناطيسي في العصور الحالية فقد يمكن للباحثين أن يصنعوا نموزجا لما قد يبدو عليه المجال إذا كانت لديهم بصلة تعلو مباشرة دوامات الحديد السائل في لب الأرض مجال المعناطيسي معكوس وتكشف هذه التحليلات عن سما بلغة الأهمية وهي حقيقة أنه توجد رقعة صغيرة من إنعكاس القطبية تحت جنوب إفريقيا عند حفة غضاء اللب حيث يلتقي الحديد السائل في اللب الخارجي بالجزء الأقل صلابة في باطن الأرض وفي هذه المنطقة فإن مجال المعناطيسي على العكس من المجال المعناطيسي العالمي حيث إذا قمنا باستخدام بصلة في العمق تحت جنوب إفريقيا فسوف يلاحظ أن الشمال في تلك الرقعة غير العادية يشير إلى الجنوب وهذه الرقعة هي السبب الرئيسي وراء تخليق هذه المنطقة سميت بشزوز جنوب الأطلنطي سبحان الله التأكل المعناطيسي في العديد من نمازج المحكاة تظهر رقعة غير عادية مشابهة لتلك الرقعة تحت جنوب إفريقيا تظهر في الحال قبل الإنقلابات الجغرافية المعناطيسية لقد انقلبت الأقطاب المعناطيسية على طول لقد انقلبت تظهر رقعة غير عادية مشابهة لتلك الرقعة تحت جنوب إفريقيا تظهر في الحال قبل الإنقلابات الجغرافية المعناطيسية لقد انقلبت الأقطاب المعناطيسية على طول تاريخ الكوكب إلا أن الإنقلاب الأخير قد وقع في زمن صحيق منذ حوالي 780 ألف سنة إن التأكل السريع للمجال المعناطيسي الحالي ونمطه في التأكل من الطبيعي أن يثير التساؤل حول ما كان يحدث خلال 160 عاما الأخيرة يا رب سلم يا رب الأواني الفخارية في الدراسات الأثرية المعناطيسية قام على فريق من الجيوفيزيقيين ومعهم علماء الأثار بدراسة عن ماضي المجال المعناطيسي في هذه المنطقة جنوب إفريقيا وعلى سبيل المثال فإن الطمي الذي يستخدم في صنع الأواني الفخارية يحتوي على كميات صغيرة من معادن مغناطيسية مثل المغناطيس وعندما يسخن الطمي لصنع وعاء فإن معادنه المغناطيسية تفقد مغناطيسيتها وعند تبريدها فإن المعادن المغناطيسية تسجل اتجاه وحدة المجال المغناطيسي في ذلك الوقت وإذ أمكن لشخص ما تحديد عمر الوعاء أو الموقع الأثري الذي جاء منه مستخدما التاريخ بالكربون المشعة على سبيل المثال فمن ثم يمكن استرجاع التاريخ الأثري المغناطيسي وباستخدام هذا النوع وباستخدام هذا النوع من البيانات فيمكن استرجاع التاريخ الأثري المغناطيسي يمكن أن تتوفر تاريخ جزئي لنصف الكرة الشمالي وعلى النقيد من ذلك فإن سجل التاريخ الأثري المغناطيسي لنصف الكرة الجنوبي يعتبر ضئيلا بصفة خاصة فإنه لم يكن هناك بالفعل بيانات عن جنوب إفريقيا وتلك هي المنطقة ومعها أمريكا الجنوبية التي قد تمد البحثين بالبيانات الدقيقة عن تاريخ رقعة اللب المقلوب التي تشكل حاليا شهذوز جنوب الأطلسي إلى أن أسلاف سكان جنوب إفريقيا الحاليين من عمال التعدين والفلاحين الذين يتكلمون لغة البانتو التي بدأوا هجراتهم إلى المنطقة ما بين 1500 إلى 2000 عام مضت تركوا وراءهم من عن غير قصد قدرا من القرأ كان السكان في العصر الحديدي يعيشون في أكواخ مبنية بيدا الطمي وكانوا يخزنون الغلال في صوامع من الطمي ومثلهم مثل أوائل مزارعي العصر الحديدي وكانوا يعتمدون أساسا على سقوط الأمطار ولكن في عصور الجفاف كان الناس يحرقون الصوامع المبنية من الطمي من أجل تنظيفها وهذه الظروف هي التي تركت تراثا من السجلات الأثرية المعناطيسية التي تساعدنا في هذه الدراسات الحالية كما أن قرائنا التي قدمها الأجداد في العصر الحديث بجنوب إفريقيا ستساعد بلا شك على مواصلة تطوير الآلية المرجحية لدي البحثين بشأن الإنقلابات المعناطيسية في تلك المنطقة فقد تتأكد الاستنتجات القائلة بأن إنعكاس قطبية قد يكون نابعا من إفريقيا سبحان الله لقد حصلنا على أدلة أقوى على أن هناك شيئا غير اعتيادي حول حدود الستار واللب تحت إفريقيا والتي من الممكن أن يكون لها تأثير عمل على المجال المعناطيسي العالمي يعتقد أن الضعف الحالي في المجال المعناطيسي للأرض والذي يحدث منذ آخر 160 عاما أو أكثر قد نتجا مغزون واسع من الصخور الكثيفة تسمى القطاعات الإفريقية الكبيرة ذات سرعة القص المنخفضة والتي تقع على بعد 2900 كم 1800 ميل تحت القارة الإفريقية إنها خاصية متعمقة حيث لازم حدوث عشرات ملايين من السنين تمتد تلك القطاعات خلال آلاف الكيلومترات وحوافها تكون حد هذه المنطقة الكثيفة الموجودة بين الحديث السائل الساخن في اللوب الخارجي للقشرة الأرضية والسطار البارد الصلب يعتقد أنها بطريقة ما تربك الحديد الذي يساعد في توليد المجال المعناطيسي للأرض يا رب سلم يا رب